لن تمر عبر مياهه أي سفينة وجهتها إسرائيل طالما أن تل أبيب تواصل قصف غزة هكذا رد الحوثيون في بيان على المطالب الداعية إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر البيان ذكر بالهجوم الذي طاول سفينة حاويات تابعة لإحدى شركات الشحن الفرنسية مطمئنا في الوقت ذاته باستمرار حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب لم يتوقف الحوثيون عن تأكيدهم استهداف كل سفينة مرسها إسرائيل بل من يحمي ويراقب المياه الإقليمية في المنطقة فقد أكد قائد الأصل الأمريكي براد كوبر انفجار قرب حوثي مسير في البحر الأحمر لكنه ليس على مقربة من سفن البحرية الأمريكية أو سفن تجارية بدرجة كافية ولم يخلف أضرارا أو خسائر بشرية وصفا الهجوم بالفاشل قصف الحوثيين الخامس والعشرون وفق إحصاء كوبر وما يترتب عليه من مخاطر على الملاحة العالمية عمق الخلافات الدولية حول كيفية مواجهته فبعد فشل مجلس الأمن الدولي في توحيد مواقف أعضائه حول جذور التوتر القائم في البحر الأحمر بحثت كل من واشنطن وباريس خلال لقاء جمع وزير خارجيتهما جهود مكافحة ما وصفتهما بالهجمات المزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر بينما هدد وزير خارجية بريطانيا باتخاذ إجراء دولي ضد الحوثيين حال استمرار الهجمات دون أن يفصح عن طبيعة الإجراء تأتي هذه التحركات في وقت أعلنت فيه شركة أمبر البريطانيا للأمن البحري عن تعرض سفينة شحن تحمل على مليبريا إلى هجوم بواسطة مسلحين أثناء إبحارها جنوب شرق ساحل إيل بالصومال وتغيير عدد من سفن شحن البحر مصارها بعيدا عن البحر الأحمر خشية الهجمات التي على ما يبدو بدأت تتوسع